الشغل بزكاء باستخدام البروكسي في المشاهد الكبيرة بيبقى في حاجات كتير بتتكرر زي الشجر والعربيات واعمدة النور المشكلة اننا لو نسخنا الحاجات دي زي ما هي عملنا لها copy عدد البوليز هيزيد جامد والفايل هيضرب وهنا بنحتاج ال V-Ray Proxy وهنا نقدر نستفيد من قوة ال V-Ray Proxy ال V-Ray Proxy دي تكنولوجي بتخلينا ناخد object من المشهد الاساسي لملف خارجي .VRMesh وبيسيب عنصر خفيف مكانه في الماكس اسمه V-Ray Proxy ال V-Ray Proxy هو نسخة اخف نقدر نعمل لها copy مئات او الاف المرات في ال Viewport عندنا ولما يجي وقت الرندر ماكس حيشوف ال Object الاصلي اللي طلعناه برا اللي هو .VRMesh تعالوا نعمل تجربة توضح لنا المشكلة دي عندنا هنا مشهد فاضي في نخلة واحدة لو دسنا على رقم سبعة هنشوف عدد البوليجونز بتاعة النخلة دي 12672 Polygon تعالوا بقى نجرب ننسخ النخلة دي 10.000 مرة هنبدأ باننا نعمل 10 نسخ instance في الاتجاه ده ودلوقتي عدد البوليجونز عدى المليون Polygon تعالوا نمسك العشرة دول وننسخهم في الاتجاه التاني وكده معانا 100 نخلة دلوقتي وعدد البوليجونز عدى ال 15 مليون Polygonز تعالوا بقى ناخد الميت نخلة دول وننسخهم 10 مرات وحنلاحظ ان البرنامج ابتدى يتقل ودلوقتي لما عدد البوليجونز عدى ال 168 مليون Polygon ال FPS او سرعة الحركة في المشهد قلت جامد والمشهد بقى تقيل في الحركة دلوقتي يلا بقى نجرب ننسخ ال 1000 شجرة دول 10 مرات ودلوقتي الدنيا بقت فعلا بطيقة والماكس هنج وفي الاخر ضرب هنجرب نفس التجربة بس المرة دي بالV-Ray Proxy علشان نحول اي عنصر للV-Ray Proxy اول حاجة هنختار النخلة بتاعتنا ونعمل لها ان جروب وحنعمل اتاتش لكل الاجزاء بتاعتها بحيث تبقى اديتابل بولي واحد حنعمل رايت كليك على النخلة وحنختار V-Ray Mesh Export حتتفتح لنا صفحة V-Ray Mesh Export ومن هنا بنختار المكان اللي حنعمل سيف للVR Mesh فيه الديفولت بتاعه حيكون جوه البروجيكت فولدر بتاعنا جوه فولدر اسمه Export عندنا هنا اختيارين حنختار الاختيار التاني علشان الاول حيخلي البيفوت بوينت بتاع النخلة عند الاريجين فى 000 واحنا مش عايزين كده حنعلم على اوتوماتيك كرييت بروكسي وبرضو حنعلم على اكسبورت بوينت كلاود ولو الشجرة معمول لها انيميشن حنعلم على اكسبورت انيميشن وحندوس اوكي ودلوقتي النخلة اتعمل لها اكسبورت لVR Mesh فايل والنسخة الخفيفة من الفيراي بروكسي شايفينها فى الفيو بورت وجاهزة على النسخ بعدد 10 تلاف بوليجن بس والاحسن من كده كمان ممكن نغير طريقة عرضها من هنا لباوندينج بوكس والبوليجن ساعتها هتنزل ل12 بوليجنز بس طبعا النسخة الخفيفة دي بنشوفها فى الفيو بورت بس ولما بيجي وقت الرندر الماكس بيرندر النسخة الاصلية ودلوقتي يلا نعمل الالف نسخة من النخل خلينا نختار باوندينج بوكس فى الديسبلي وننسخه زي ما عملنا قبل كده وزي ما احنا شايفين عدد البوليجنز بتاع الالف نخلة بقى حوالي 176 الف بوليجن وده اقل من عدد البوليجن فى شجرتين عاديين يلا نحط V-Ray Plane كأنها ارض وشمس وسمى ونعمل رندر والفايل بيرندر بسلاسة من غير ما يتقل ولا يضرب اللي عملنا دلوقتي فى النخلة ممكن يتعامل بعناصر اكبر زى الفيلل مثلا ال500 فيلا دول اتعملوا بروكسي لكل نوع من الفيلل ونسخنا الفيلل دى على اللي اوت الكبير ده ونفس الشيء فى المشهد الكبير ده وهو ده ال V-Ray Proxy الحل السحري لعمل آلاف النسخ مع الاحتفاظ بالمشهد خفيف